اثمت الشعب البحريني خلال ازمة كورونا انه شعب واع ومسؤول وقادر على مجابهة التحديات وكانت تدفق المكثف على منصة تطوع خير دليل على حيوية المجتمع البحريني وتماسكه واصطفافه لمصلحة البحرين تقاس حضارات الامم بحيوية شعوبها وتماسكها وقدرتها على العطاء عبر منظومة من النسيج الاجتماعي المتكامل الذي يعتبر خدمة المجتمع عملا انسانيا نبيلا وقد كشفت ازمة كورونا ما يختزنه الشعب البحريني من مقومات للتطوع واقبال اصيل على خدمة المجتمع باعتبار ذلك عملا انسانيا ووطنيا ولذلك كان التدفق بالالاف على موقع المنصة الوطنية للتطوع منذ اعلان الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا في الخامس عشر من مارس الفين وعشرين وبتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التطوع في الحملة الوطنية انطلاقا من مبدأ المسئولية المجتمعية وتعزيزا للتكافل والتعاون بين افراد المجتمع المنصة الوطنية للتطوع كانت احد الافكار الفائزة في مسابقة الابتكار الحكومي فكرة في سنة 2018 والتي اطلقها سيدي صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء كان اعضاء الفريق الفائز في المسابقة متكون من اربعة اشخاص من متسبي وزارة الداخلية وعملنا معا بالورط الفكرة وتحديد آلية العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية ومنذ البداية تم تحديد مجالات التطوع التي يمكن المساهمة فيها كالخدمات الطبية والادارية والدعم اللوجستي وغيرها تزايد عدد المتطوعين بشكل متسارع ليتجاوز الاربعين الف متطوع وسط اقبال على العطاء من قبل المواطنين ومن بينهم شباب ومتقاعدون نساء ورجال كل فئات المجتمع البحريني النابض اقبلت على خدمة وطنها ومساعدة الجميع من مواطن ومقيم ومؤسسات الحمد لله تم استلام عشرات الالاف من طلبات المشاركة في اتصال الفيروس كورونا عبر المنصة من المواطنين والمقيمين وذلك يدل على حرصهم وحبهم لهذه الارض الطيبة بالامكان المشاركة من خلال المنصة الالكترونية اي شخص حاب انه يشارك في الحملة التطوعية يدخل بياناته في الموقع حسب مجاله وحسب خبراته ويتم فرز طلبات وارسال معلوماتها للجهات المعنية طبعا وصلني من الشباب انه في منصة وطنية للتطوع خاصتها حكومة البحرين فدشيت على الانلاين وحطيت كل المعلومات اللي كانت مطلوبة فتواصلوا معاي ادارة الدفاع المدني في محافظات العاصمة يهت عندهم وعطواني ورشة ورشة عمل علمونا انه شلون نستخدم آليات الدفاع المدني والاجهزة اللي عندهم وشلون نطبق يعني طرق التعقيم لمكافحة فيروس الكورونا في ارض الموقع في الاماكن العامة فانا يعني نصيحتي للشباب البحريني انخرطوا في مجال التطوع هالازمة وهالوقت البحرين محتاجتكم واحنا محتاجين وقفتكم وطبعا الشعب البحريني معروف شعب اصيل وكفو يعني في هالازمات يكون يد وحده الحين هاي الوقت اللي تحتاجكم مملكة البحرين يعني لا يصير عندكم اي تردد في مجال التطوع اينا لبين الواجب اول ما وصلنا هنا ما قصروا الدفاع المدني من ضباط ومن افراد علمونا على شلون نتعامل مع شلون نتعقم وعلمونا حتى على الاليات اللي عندهم موجودين يعني يشكرون مشكرين عليهم اول مرة كنا كانت مخيفة الشغلة خافوا منها بس الحمد لله رب العالمين اننا قدرنا وكه الحمد لله حين سابع سابع مرة نطلع جولات وكل واحد يتمنى يعني اول اول ما نزلت انا ميداني كنت اتمنى اتمنى شيئين بس اتمنى ان ان شاء الله الحمد لله ان نفتك من هالوباء العالمين نفتك مننا والله ياخد امانة وانا اخدم في هالوطن عرفت عن مجال تطوع عن طريق سوشال ميديا عن طريق الناس قعدت تتحاجع وحبت ان انا اكون واحدة من هالناس حب الوطن كفوية انها قعدت تعطينا اكثر ما احنا نعطيها فحسيت ان هاي الوقت اللي انا اقدر ساعد فيه الوطن عشان نفتك من هالوباء لا يعرف العطاء حدودا او معايير لانه عمل انساني نبيل فطر عليه الشعب البحريني وها هو يظهر في كثير من المحطات الفاصلة